هيا بنا أعزاء الطلاب لنمثل في المدينة متذكرين منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته في أداء دعوته فيها وهذا ما سنتعرف عليه في الشرائح التالية كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تقوم على سياسة نفذها النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج فريد حيث اتسمت الدعوة في المدينة بسمات عديدة وهذه السمات في غاية الجدة والطرافة أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قوي من حوله المسلمون وذلك بمن دخل في الإسلام ومن هنا تحولت الدعوة من كونها في المكة متهدة والنبي محارب من قومه إلى أمة بدأت في الظهور والبناء وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء دولة قامت في المدينة على أسس هذه المدينة هذه الدولة كانت سببا في نجاح دعواته حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أذن الله عز وجل للمسلمين بقتال عدوهم بعد أن كانوا أمة مستضعفة في مكة لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وصبروا وصبروا أمام عنة أبي لهب وأبي جهل وأمثالهما أيضا من السمات الدعوية في المدينة أن أول إعلان رسمي لشعائر العبادة في المدينة كان ببناء مسجد القباء والصلاة فيه ثم ببناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد على أن بناء الأمة يبدأ من المساجد ويبدأ من العناية ببيوت الله عز وجل وهذا ما أسس به النبي المدينة بوجه عام أيضا بدأت الخطوط العملية لإقامة أول دولة إسلامية على وجه الأرض وذلك على أسس ثابتة وأركان متينة منها الأخوة الإسلامية الصادقة حيث آخى النبي بين المهاجرين والأنصار أولا آخى النبي بين الأنصار الأوس والخزنج ثم آخى النبي بين المهاجرين والأنصار وهذه الأخوة العامة وبالأخوة الصادقة تقوى الأمة وتكون أساسا لقيامها أيضا النظام الواضح فالدولة لابد أن تكون منظمة وهذا النظام يكفل للدولة أمانا واستقرارا وأيضا الدستور البين الذي ينظم أحوال الأمة من الداخل وأحوال الأمة مع الخارج ومن هنا نجد أن بناء الدولة أيضا يحتاج إلى الأرض الطيبة وهي المدينة المنورة إن الأرض الطيبة هي التي قويت بها الأمة قويت بها الأخوة وقويت بها النظام وقويت بها الدستور فأقام النبي صلى الله عليه وسلم من سياسته أيضا الوثيقة التي عرفت بألمع مواثيق عرفتها البشرية التاريخ يؤكد على أن هذه الوثيقة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود قامت من خلالها العلاقات الوطيدة واشتد بنيان الأمة وقويت الدولة وعلى أرضها بدأ العمل الدعوي وبعد ذلك على عدة محاور سنعرف جانبا منها في حينه إن شاء الله لقد بدأ العمل على عدة محاور رئيسة منها نشر الدعوات الإسلامية بين الناس السياسة المتبعة أن تبدأ الأمة بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم المسلمين أمور دينهم وتربيتهم وتزكيتهم على هدي الإسلام أيضا من العمال التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة مواجهة الأعداء وإعلان الحرب على الكافرين المحاربين ولذلك كانت معركة بادر الكبرى التي عرفت في هذه الآونة من أعظم ما أسس لجيش الأمة المسلمة في مواجهة أعدائها وأيضا تطبيق الأحكام الشرعية على جميع المستويات الفرضية والجماعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك من الأعمال التي قامت عليها الدعوة التخطيط لتوسيع رقعة الدولة المسلمة ونشر رسالة الإسلام عن طريق إرسال الرسل والبعثات واستقبال الوفود ومكاتبة الزعماء والحكام وتجهيز الجيوش وهذا ما أكد عليه القرآن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كما أرسل النبي كتبا إلى هرقل وإلى النجاشي وكانت دعوة الإسلامي انطلاقة من مكة لنشر الرسالة الإسلامية على ربوع المعمورة كلها وذلك عندما أسست الدعوة في المدينة